مشهد غامض ذلك الذي يتعلق بمستقبل البلاد الاقتصادي كثيرة هي المؤاخذات على الحكومات السابقة فيما يتعلق بالهدر والفساد وعدم بناء اقتصاد قوي لا يعتمد على النفط فحسب ومع كل بداية حكومة جديدة يخرج الخبراء الاقتصاديون ينتقدون الحكومات السابقة وتشكل الحكومات الجديدة لجان وتطرح أفكارا لكن دون ما تطبيق وتخفق هي الأخرى وتزج البلاد بمزيد من المشكلات المالية اليوم وبعد أن تسلمت الحكومة مهمها لم يزل الشعب في حيرة من أمره ولم تعلن الحكومة عن خطط مطمئنة والجميع يتساءل كيف وماذا ستعمل الحكومة لتعضيد اقتصاد البلاد في هذه المحنة وكم من الوقت ستستغرق ومن الضامن أن لا تتراجع البلاد أكثر هذه تساؤلات الأوساط الشعبية التي تدفع ثمن فشل الحكومات على الدوام دون توقف فمتى سيتلفس المواطنون إذن؟ وهل اقتصاد البلاد من انتعاشة قريبة تسر الصديقة وتعيد الإطمئنان لطبقات المجتمع كلها؟ مواطنين وموظفين لبرنامج دينار علي الجميلي العراقي الإخبارية